هذه الآية الكريمة دليل على صدق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لأنها تتحدث عن أمر غيبي قبل أن يحدث وهو قول السفهاء في تحويل القبلة ولماذا قال الله عز وجل سيقول السفهاء ولم يقل سوف يقول السفهاء لأن السين تفيد قرب حدوث الأمر أما سوف تفيد بعد حدوث الأمر والسفهاء جمع ومفردها سفيه وهو خفيف العقل خفيف الرأي لا يعرف بواطن الأمور ولا يعرف أن يفرق بين المصالح والمفاسد وتخيل معي لو قال السفهاء لن نقول هذا القول لنطعن في القرآن الكريم ولكنهم بالفعل السفهاء ولله الأمر من قبل ومن بعد سيقول السفهاء من الناس ومن يهتم بقول السفهاء وفي هذا تسريع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن المسلمين وما أكثر السفهاء في هذه الدنيا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه ويا للعجب قد يكون الإنسان رشيد في المال والأعمال ولكنه للأسف الشديد في الدين سفيه بعيد عن ملة إبراهيم سيقول السفهاء من الناس فالسفيه لا يملك إلا القول ليس لديه أي عمل عجبا للسفيه بعقله المحدود أتى ليعترض على تقدير الله تعالى على حكم الله تعالى للمؤمنين سيقول السفهاء من الناس من الذي حكم عليهم بالسفاهة إنه الله عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها مع أمر الله عز وجل لا حاجة للإقتناع قبل العمل لا تترك نفسك فريسة سهلة للسفه وقوي إيمانك بالتعرف على الإسلام الحقيقي من الكرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة لم يكتفي السفهاء بضلالهم بل حاولوا تشكيك المسلمين في إسلامهم فاحذروا منهم ما ولانا هو الله عز وجل أما أنتم فأضلكم الشيطان إلى سوء السبيل إنه النسخ وهو موجود في كل الشرائع السماوية في اليهودية والنصرانية ومعنى النسخ هو تبديل حكم شرعي بحكم شرعي آخر قل لله المشرق والمغرب فليس لنا الاعتراض فالله عز وجل يفعل ما يشاء ويأمر بما يريد قل لله المشرق والمغرب دعك من الأمر وانظر إلى الآمر قل لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فلابد للصراط أن يكون مستقيم واسع، ممهد، واضح، لا وجاج فيه ونحن ندعو الله عز وجل في كل صلاة اهدنا الصراط للمستقيم يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ومن أراد الصراط المستقيم فعليه بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والصحابة ومن تبعهم بأحسان إلى يوم الدين جزاكم الله خيرا